يعني ضربة الشلوط بالنسبة للبنت تضيعها تضيع مستفيلها كل ممكن يحسن لها شيء مريء من فضيع بيجرع عشان يمسك ماجدي راح ماجدي للأسف خبطه بالجساسة الثالثة الرجلها مش بشلوه الرجلها مش تبتع العبايات الرجلها مش تقدروا بواحدة سهل إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة نصيحة لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقلم لأن الجريمة لا تفين ساعة مع حنفي أهلا بكم أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي القناة المعنية بعالم الجريمة اللي من خالها بالرسخ لمفهوم هم جدا إن الجريمة مهما كان زكاء مرتكبها أو فعلها لن تفين وإن العقاب واقع لا محال تعالوا نشوفي الجريمة دي اللي حصل في المنطقة اسمها منطقة أطلس في حلوان محافظة القاهرة إحنا سوافق في حلوان في القاهرة في الجيزة في اسكندرية إحنا عندنا العائلة شيء جميل يعني ده ما نقول إيه أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب فيه نوع القربة وصورة الرحم مهم جدا طيب تعالوا نشوفي الجريمة القاتلة دي تمت إزاي بنت عندها 16 سنة اسمها بسملة 16 سنة بتهزر مع ابن عمتها وابن عمتها بيهزر معها في البيت عنده بيهزر معها فراح خطف منها الشوز هو 18 سنة وهي 16 سنة يعني صيرنا مراقب وعشين في بيت واحد كل واحد في شائعة عيلة يعني اللي وات خطف منها جسمتها عفوا وطلع بها عالصطح جرت البنت وراها عالصطح هات الجزمة هات الجزمة والصوت عالسلم في الوقت ده اللي أم ندمت على بنتها يا بسمالة يا بسمالة تعالي عشان تاكل حاضر يا ماما خلت الجزمة وراحت نزلت الوقت اللي عنده 18 سنة ليه أخ اسمه ماجدي عنده 26 سنة جيه ماجدي يا بسمالة صوتك عالي عالسلم ليه قالت له ده أخوك خد مني الشوز وجيري وانا كنت بنادم عليه عشان أخد مني الشوز اللي خطف يعني الاتنين بيهزر وبعض 16 سنة وتمالبنت 16 سنة والوقت 18 سنة هزار بوابين مع بعضهم خطف منها الجسمة وجيري جيرت هي وراها علت صوتها هو علت صوته البيت نزلت جابت الجسمة عفوا عفوا يعني ناسم ونزلت ده قال الشائدة اخو الوقت ده لعند 18 سنة اسمه ماجدي عنده 26 سنة رايح لبسمالة صوتك عالي ليه يا بيت قالت له مش عادي وانا ما اسميش بنت انا ليه يا اسم انت بتعالي صوتك عليا طب على الله اسمع صوتك تاني ولو عليته صوتك تاني هديك بالجسم ان هو مرها بيت هاتل هو عيدك كده فهو عيدك كده العبارة هتتفتحت فللأسف جسم البنت انكشف فهاتلوا عاجبك كده لما انت الغريب بتعمل معايا كده وبتكشف صدر اما لو اما لو البعيد يعمل معايا ايه انت اللي يعمل كده انت مش راجل انا مش راجل انت جللت الادب راح ضربها بالشلوت طبعا احنا عندنا في الصعيد او حتى باكي واكي بحري البنت ما تتضربش بالشلوت ابدا ضربة الشلوت دي ممكن تلاسف تضيع البنت يعني ضربة الشلوت بالنسبة للبنت تضيعها تضيعها مستعبالها كله ممكن احصل لها شيء مريء مفظيع ما فيش بنت تتضرب بالشلوت ابدا الشاب اللي اسمه ماجد ضرب البنت بالشلوت امها وقفة راحوا مسكينه وراح اخوا البنت اللي تضرب دي مسك فيه بتضربش اختي وامه وام البنت متضربش البنت مسكوا ببعض راح ضرب الواد وضرب ام البنت باسمال الام لما عرفت كده لها ده قطع عباية بنتي وكشف جسمها وضربني وضرب ابني راح اتعمد له محفر راح بقى قعدوا 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 الصلحة عشان الواد والستة وولادها يتنازلوا والستة جاءت لا ده ضرب بنتي وضربني وضرب ابني انا عشان مليش راجل اجرب الناس ليه بدل ما يحموني انا وابني وبنت بيضربوني انا وبنتي وابني لا مش هتنازل هو وريني هو لو راجل يوريني هيعملي الواد في الجعدة اللي اسمه مجدي اللي عندي ستة وعشرين سنة جله انا مش راجل انا هعرف فيك يعملي وسافل جعدة ومشي خلص الناس هنفضوا كل واحدة راح شجته خلص فوجه بقى شقيقة البنت اللي اتضرب دي او اخوها يعني فوجه ان مجدي ماسك تلت جزايز وطلع بيه مع السل في الوقت بيقولوا على فكرة يا مناي انا ملاحز ان مجدي نوع الشر فيه تلت جزايز في يده ربنا يسر انا خاف ان هو جاي يولح فيه فجادت الواد يا عمي يولح فيه هي الدين يا فوضى لا ربنا ساهم فوجه بعد كده الواد ان هو لجا مجدي بيخبط جزايز زي جزايز الملتوف في الباب الباب ولع نار طبعا الواد المادة عنده 18 سنة من الزغار هو التان راجل راح فتح الباب عبل اللي بتعمله ده انت هتولعنا انت هتولعنا جيري بيجرع عشان يمسك مجدي راح مجدي للأسف خبطه بالجزايزة التالتة الجزايزة التالتة طبعا ده بنزين يا جماعة بنزين الواد طبعا البنزين كله ما لوشه بجسمه عبال ما امه ازعج واخده ازعج يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الواد للأسف اتفحم جدام امه وجدام اخته جات الشرطة جبضوا على مجدي جال لك هم جايزين اللي مش راجل انا حبيتها بيالهم من انا رايك هي الرجولة كده انت فاهم الرجولة غالط ياب انت ستة وعشرين سنة الرجولة اولا ما تمسكش بنت عمتك كده من عبايتها وشيط طبيعي هتقول لك هو عيدك ده شيط طبيعي تمسكها عبايتها من عاسدرها ليه وهي بزيح عيدك تقطعت العباية كنت المفروض انت على طول تجري ناسب ناسب وتمشي لكن تضروها بالشلوت وتضرب امها وتضرب اخوها لا دي مش رجول لو انت اتهاج لك يندير جولة دي مش رجولة قهل انت فاهم الرجولة غالط الرجولة مش مش بالشلوت الرجولة مش تبتعي العباية الرجولة مش تضرب واحد يا سيد الرجولة متضربش واحد قد دمك الرجولة متضربش واحد اصغر منك الرجولة مش كده خد توفهم الرجولة غالط وانت لما تتواع تجيب بنزين وتولع في الناس وما قاعدين جو بيتيهم تريد رجولة تبه اهو يا عم شاب مات وشقة تحرقت وانت تقبض عليك. قال لي استفدته. كده هنقول عليك راجل. كله ده بسبب ايه? البنت بتهزر مع ابن عميتها والابن عميتها بيهزر مع خطف الشيس وجيلي. بيدحك ورا بعد البيت تعلق الصوتك. انت ايه اللي مساحرة? ما تقول لها يا حاجة بقولي البنتك ما تعلق صوتك. وخلص الموضوع. لازم تيديه كله. خربت بيت. بيت ايه? انت خربت عائلة. مودت الشاب عن 18 سنة. وانت ضح. وحركت شابك. ووجحت جلب امه على ابنها. وحرمت بنت من اخوها. ليه ده كله? عشان تزبط ان رجولة لانت فهم الرجولة غالق. لكن اللي ما توقف على حد المشناء اعتقد هتعرف معنا الرجول. نتمنى القضاء العادل يكون القصص فعلا سريم. هنقول ايه? لله الامر من قبل ومن بعد. تشكركم.